لم ينهي 2022 طرق صناعة الموت في العراق فمن دم هادر بفعل رفض لنظام سياسي إلى تغول على روح الزراعة ومياه البلاد إذ وضع حصاد العراق المائي في قائمة الهلك لدجلة ولمساحات زراعية واسعة بعد أن كشفت سلطات تجاوزات إيران والتركيا على حساس العراق المائي وإنشاء السدود إلى جانب الجفاف الذي ضرب البلاد بفعل التغير المنخي أكثر من أي وقت مضى لم تتضح ملامح سماء العراق وشوارعه بعواصف لأول مرة من نوعها منذ سنوات طويلة مشاركة العراق في قمة المناخ التي حقدت في مصر كشف فيها رئيس الجمهورية نسبة التصحر معلنا أنها وصلت 40% في البلاد خبراء زراعيون كشفوا ضرر التصحر الذي أصبح ينهي حياته 100 ألف دون زراعي سنويا فرانس براس كشفت في تقرير لها أن موسم الجفاف هو الأسوأ منذ 92 عاما في العراق تقرير يضاف إلى جرس الإنذار الذي أطلقته الأمم المتحدة بإعلانها العراق من بين أكثر خمس دول تأثرا بالتغيير المناخي نتائج خطيرة من التغيير المناخي والاعتداءات على حقوق العراق المائية وصلت إلى خسارة 25% من العوائل لمحاصلها الزراعية 61% من العائلات تناقصت إمكانية وصولها لمياه الشرب عام مأسوي أثقل كاهل العراق المناخي وأثر على الاقتصاد دون أن يتحرك له السياسي بقرار جذري عام جديد يتعطش فيه العراقيون بأن يروي فيها أصحاب القرار حلولا تنقذ الأنهر وأهمها دجل الذي يصارع الموت والأرض التي أصبحت معظمها قاحلة لا ما يسعفها ولا يرتج منه ثمر